لمس المرأة للرجل بدون أي قصد كمرورها من مكان مزدحم ونحوه أو تناولها شيئا من بائع كسلعة أو هي تناوله ثمنا ونحو ذلك هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء أم أن مثل هذا لا يؤثر أولا ننصح المرأة أن لا تزاحن الرجال وأن تبتعد عن الاختلاط ومماسة الرجال وتتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة فإن المرأة فتنة تفتن نفسها وتفتن غيرها ويجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة أما بالنسبة لما لو لمست لدى رجل من غير قصد كما ذكرت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ينتقض وضوءها وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته لشهوة أو لمسها هو لشهوة أما إذا حصل ذلك اتفاقا من غير قصد فإنه لا يؤثر على الوضوء لكن كما ذكرنا المخالطة والمماسة هذه أمور لا تجوز بين الرجال والنساء نعم